بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لنبي بعده. ابنائي وبناتي طلاب طالبات السنة والعامة في جمهورية مصر العربية. اهلا ومرحبا بكم. حلقة جديدة من حلقات دروس اللغة العربية من على منصة البس المباشر. معكم محمد فاتح عبدالهادي. ابنائي وبناتي نبدأ على خير الله ان شاء الله وعلى بردك الله. هنبدأ في اللي هو النص التكافل الاجتماعي وادب المقال. ادب المقال طبعا ده ادب نسري. ومعروف ان الادب النسري او النصوص النسرية بتبقى مجالها اوسع بكتير من الشعر. درست في النسر في سنة اولى وتانية سنوي الخطبة والوصية والحكمة والمثل والرسائل الوصفية والامتداد هنا لتسائل الوصفية اولاد هو فن الايه فن المقال. اولا لمحة ادبية في السريع. اه تعرف ايه عن ادب المقال واهم سماته. الكلام ده احنا اخدناه في سنة تانية سنة والمفروض. هو بحث قصير اه في العلم او الادب او السياسة او الاجتماع دي الموضوعات بتاعته. بينشر في صحيفة او في مجلة طبعا لازم وخلي بالساعدتك المقال مش نشأ مع الصحف والمجلات بل ان الصحف والمجلات زودت انتشار المقال ويتسم طبعا لازم سهولة اللفظ لان انت عندك عموم كرة زائد وضوح معنا زائد ترابط فكر زائد اقناع لان لو ما فيش اقناع يبقى القراء مش هيقبله على قراءتك وهكذا. ايه انواع المقال? طيب دي من حيث المضمون زي ما قلنا فوق في ادبي في سياسي في اجتماعي في رياضي في نزالي. النزالي اللي بيعبر عن المعارك الادبية بين الكتاب وبعضهم البعض. وفي من حيث الحجم تلاقي في مقال طويل في مقال قصير والمقال الطويل ده المفروض ان هو لا يتعدل عشر صفحات خلي بالك لان لو عدل عشر صفحات يبقى بحث من حيث الاسلوب يكتب باسلوب ادبي مليان استعارات وايحاءات والفاظ معذرة. يا اما علمي متقدب. اه اللي هو طبعا بيبقى ايه? يعني نمزج فيه الحقائق العلمية بالصور والاخيلة ويجوز ان يكون علميا فقط كالمقالات الايه? العلمية. النص اللي قدامنا للمبدع الاستاذ العظيم رحمة الله عليه احمد حسن الزياد. اه من الادباء اللي هم اثره المنظومة النسرية بمقالات جميلة جدا رائعة وهو مثل اتجاه لاتجاه المحافظين. ناخد نموذج كده وانطبق عليه ان شاء الله بمنتهى السهولة واحنا مع بعض. عالج الاسلام والفقرة علاج من يعلم انه اصله كل ده ومصدر كل شر. خلي بالك بقى بص اصله كل ده ومصدر كل شر. تحس ان انا عندي فيه اقاع موسيقى موجود. وقد اوشك هذا العلاج ان يكون بعد توحيد الله. ارفع اركان الاسلام شأنا. ما عليك من الرمز ده اللي محطوط ده. ارفع اركان الاسلام شأنا. من اللي اوشك هذا العلاج? اوشك ايه? ان يكون ارفع. تمام? طب ان يكون. ارفع وان يكون في جملة اعتراضية هنا بعد توحيد الله. عشان معناها اوعى تفهمني غلط. ده معناها ان ده اتنب الاعتراض الغرض منه الاحتراس. يميل. واكسر اوامره ذكرى واوفر مقاصده عناية. اكسر اوامره ذكرى اوفر مقاصده عناية. الاقاع الموسيقى برضو شغال. ولو زهبت تستقسي ما نزل من الايات وما ورد من الاحديث في الصدقات والبر. الصدقات العطاية والبر اللي هو الاحسان. ما هي هي يا استاذ محمد. لأ البر جزء من الايه او الصدقات جزء من البر. البر معناها الاحسان بشكل عام. الصدقات جزء من? لا حسبت ان رسالة الاسلامي لم يبعث بها الله محمدا صلى الله عليه وسلم اخر الظهري الا لينقذ الانسانية وهي الانسانية هي اللي بتنقذ. ولا الانسان اللي بينقذ يبقى فيه هنا خيال صورت الانسانية بانسان ينقذ. من ركز بقى معايا في الصور المبتكرة الجديدة دي. من غوائل الفقري وجرائر الجوعي. الاقاع الموسيقى برضو. الغوائل اللي هي الايه? الشرور والجرائر اللي هي الجنيات. وحسبك ان تعلم ان اية الصيام في الكتاب اربع. وآية الفج بضع عشرة. وآية الصالة لا تبلغ السلسين. اما ايه الزكاة والصداقات فانها تربع على الخمسون. سؤال. تثبت ان ده مقال من اتجاه المحافظين. اولا بص على الالفاظ. انا انا عندي محاور كده معينة بشتغل عليها. المحاور جيد هي اللي بتقسم ليه الشغل وبتخليني احلل ادبي بشكل منطقي بشكل عاقل بشكل رائع. رقم واحد حضرتك استلم الالفاظ. شوفوا الالفاظ اللي قدامك سهلة صعبة فسيحة آآ عمية مبتزلة الكلام ده كل. طبعا طالما انا بتكلم في مقال هيخاطب وقولي الناس لازم تكون الالفاظ سهلة. جميل? طب هل هي سهلة تميل الى العمية ولا سهلة وفصيحة في نفس الوقت? اه لا هي سهلة وفصيحة الصراحة في نفس الوقت. مش تميل الى العمية مش لغة مبتزلة ولا حاجة. طب يعني كده بص حضرتك على الفكر. لا الفكر مرتبة وآآ متأنقة في الترتيب. الاسلام معالج من الفقر ودي دليل على الكلام ده. وجاب لك اركان الاسلام. وفي الاخر هو حاب يثبت بيه امثلة والاركام. و算 جايب لك الايات القرانية اللي بتعبر عن السباقات قد ايه واللي بتعبر عن الصلاة قد ايه والصيام قد ايه والحجة قد ايه. حلوب. بعد كده حضرتك بعد الالفاظ والفكر بص حضرتك على المعنى. المعنى هنا واضح. لكن المعنى هنا مش غامض ده, المعنى واضح المعنى اللي عايز يوصله اللي هو المغزر اللي عايز يوصله. طب تعال لي بالنسبة على الصور. المفروض ان هي لا تزيد فيه النسر. بس هنا لو هي موجودة هي موجودة من اجل توضيح المعنى. طب بعد كده بص حضرتك على المحسنات. قال الراجل اشتغل على المحسنات طبعا. في عندك اقام وسيقي موجود في الازدواج وفي بعض الجناس والحاجات ده كلها يبقى زي الفل. بص ساعتك بقى كده على على الاسلوب. الاسلوب اللي كتب به. ترى هو كتب باسلوب خبر ولا اسلوب انشائي وغرضه ايه من ان لو فيه تنوع في الاسلوب. انا منش شايف اي اسلوب انشائي. الراجل لدى امر ولا دى نهي ولا دى نداء ولا دى تمني ولا ترجي ولا اي حاجة يبقى اكيد هو عايز يوصل معلومة يبقى الاسلوب الخبري هنا الغرض منه التقرير. اخر حاجة بصيلة عليها بصيلة على الموسيقى. الموسيقى اللي موجودة في النسر طبعا معروفة ان هي بتبقى على ثلاث محاور تقريبا. معايا الجناس معايا الساجة معايا الاسدواج والله لو تواجدوا يبقى فيه موسيقى. يبقى دخل لبقى لحضرتك دوات مفتاح التحليل. يعني انت لو امتلكت المهارة ديت خلص الموضوع انتهت القصة حقيقي فعلا. يبقى ده مفتاح لايه التحليل قدامي. مفتاح التحليل لازم يكون قائم على الكم محور اللي قدام ساعتك دولي. لو انت اتقنت المهارة ديت امتهى الموضوع بالنسبة لك. واصبحت عندك مهارة ادبية رائعة. ناخد بقى كده عندنا اللغويات اللي هي الفقر معناها العوز والحاجة. وطبعا هنا وجامعها المفاكر والفقور. وهنا الاصل اللي هي الاصول. وطبعا بعد المعاني البسيطة. اللغوائل اللي هو الشر والفساد والمصائب. ماشي. والجرائر اللي هي الزنوب والجنايات والمفرد جريرة جميل. وفي المعجم هتلاقيها ايه جارة. ناخد الاسئلة اللي قائمة على نواتج التعلم ليه عشرين اربعة وعشرين. ايه مراض في كلمة طربو او دلالة كلمة طربو. بص كده خلي بالساعتك. اه اه اما ايو الزكاة والصدقات فانها طربو على الخمسين. ايات الصيام اربعة والحج بضع عشرة. والصلاة ما تجيبش التلاتين. انما الصدقات طربو. طربو بقى هنا معنى تكبر ولا تقل ولا تزيد. ولا تبعد. هه? بينة جدا. هي تزيد. الله ينور. اللي بعده. حدد الفكرة المحورية للمقال. هو بيكلم على العلاج للفقر. من منظور اسلامي. وازاي الاسلام واجه الفقر. وجاب لك بقى الاحاديث اللي بتدل على كده والرسالة السماوية بتاعة محمد صلى الله عليه وسلم. هل هنا بيتكلم على الاهداف السامية للشريعة? ولا علاج الاسلام للفقر? ولا مساوي الجزيرة العربية? ولا الاضرار التي يجنيها الفقر? هم? هوا اتكلم على ايه المواجهة الصريحة ما بين الاسلام وما بين الايه? الفقر. ينور عليك ربنا. اللي بعده? ايه الفكرة الرئيسية لهذه الفكرة? يعني الفكرة الرئيسة لها بقى. مش الغرض العام من المكان. الهدف السامي لرسالة الاسلام. حصر ايات الصوم. اركان الاسلام الاضرار التي يجنيها الفكر احنا بيتكلم على ان رسالة الاسلام احدى الرسالات السماوية ايه الفكرة الرئيسة هنا اللي قدامك وبيكلم على موجهتها للفكر وعلاجها والكلام ده اه يبقى دي هنا الفكرة الرئيسة ايه الهدف السامي لرسالة الاسلام بدليل ان احنا عندنا هنا الزكاة والصدقات في القرآن الكريم مع ديار خمسين اية الصلاة اللي هي عماد الدين اللي هي تاني ربني من اركان الاسلام ما جابتش التلاتين جميل خلاص هاتل لي بعد ما يجي يقول لك هنا من النص الصبر نلحظ اهتمام الاسلام بعلاج الفكر ايه السبب ايه السبب ايه السبب اها بيقول لحضرتك هنا رسالة الاسلام لما بعث بها الله اخر الظهر الا لينقذ الانسانية من غواء للفكر وجرائر الجوع وعالج الفكر هنا علاج من يعلم انه اصل كل ده ومصدر كل شر يعني هو السبب في كل شيء ما هو اللي بيقدي الى العوز والحاجة الفكر اصل كل شر اشد ضررا من الكذب الاسلام يدى ولا يهتم بالفقراء ولا قضية الفقر من اشد من قضية الايمان طبعا هنا بنالحظ ايه بنالحظ ايه ان الفكر اصل كل شر ما جابش ان هو اشد ضررا من الكذب ولا الحاجات دي كلها ولا موضوع ان الاسلام بيهتم بالفكر دون غيره يعني لا هو بيكلم ان ازاي انت تنزع السرطان ده من المجتمع ماشي ايه الوسائل اللغوية التي لجأ اليها الكاتب لتأكيد الفكرة المحورية هو قاعد يقول بقى طبعا الاسلام بقى ده دي سماوة بيهتم بالعلاج الفكر وبيواجه الفكر وهو على حاجة في الاهتمام ايه دليلك يا زيات على الكلام ده اه قال لك لا انا عندي الدليل انا عندي الايات بتاعة الصيام اربع وايات الحج عندي حوالي بدا عشرة والصلاة ما تجيبش التلاتين انما عندي الزكاة والعطاء والكلام ده معدية الخمسين طب ايه الوسيلة اللي هو لاجأ اليه هنا اكسر من مصادر الموسيقى وهي الموسيقى بتأكد ولا اكسر من اساليب الشرط ولا اعتمد على الجمل الاسمية ولا حضرتك هنا الراجل اكسر من اسم التفضيل عمل ايه يعني عشان يأكد الفكرة ايه اللي بيأكد الفكرة هنا ايه اللي بيأكد الفكرة هنا ها عملي بقى اه اكسر من اسم التفضيل يعني اسم التفضيل هنا بيدل على الايه الكسرة هو الارفع هو الاحسن هو الاجمل هو الاوفر مش عارف ان ايه يبقى الاعتماد على اسلوب التفضيل هنا لتوكيد الفكرة ولبيانة عظم ما يتحدث عنه. طب لو زهبت تستقسي ما نزل من الايات وورد من الاحاديث في الصدقات لا حسبت. طبعا دي لو اداية شرط غير جازم وزهبت دي فعل الشرط جواب الشرط هنا هتبقى ايه لا حسب? ايه علاقة لا حسبت بما قبلها? ظهرت. مقابلة نتيجة تفصيل تعليل هتبقى ايه? نتيجة صحة كده? ينور عليك الله. هاتلي بعد. عالج الاسلام الفكر علاج من يعلم انه اصل كل ده. وهل يا جماعة الاسلام بيعالج? هل الاسلام ده طبيب في ايده كده او في ودنه سماعة وفي ايده الجفتة والكلام ده وبيعالج? ايه نوع الصورة? تشبيه بديل? استعرام كنية كنية عن نصوف مجاز مرسل. انا انا صورت ايه? صورت الاسلام مستر محمد كأنه طبيب يعالج. وكمان صورت الفكر كأنه مريض يعالج. يبقى دي ايه? تشبيه بليل? ولا دي استعارة مكنية? دي ايه? استعارة مكنية وليست تشبيه بليل. تمام? انما هنا عالج الاسلام الفقر. يعني شاب اصور الاسلام كأن انسان ايه? يعالج. اللي بعد. حدد الخيال الذي يوضح الفكرة ويوحي بفضاعة الفكر والقصار السيئة ان هذا الفكر. هل اقول عالج الاسلام الفقر علاج? ده بيوحي بالفضاعة? ولا اركان الاسلام? ولا عالج الاسلام الفقر? ولا جرائر الجوع? الجرائر اللي هي الجنايات? ما يجنيه الجوع? ما يؤثر علينا? ها? صح? يبه هي فعلا جرائر الايه? الجوع. يعني السؤال التالي. حدد مصدر الموسيقى فيه. غوائل الفكر جرائر الجوع. شوفوا الاقاع اللي انا بقوله? غوائل الفكر جرائر الجوع. تبركز معا كده قبل ما انجاوب. هنا النهاية عندي ريه مقصورة. وهنا عندي الرهاء النهاية عين مقصورة. يبقى خلاص كلمة سجع الغيها. مفيش عندي سجع. معنديش سجع. ولا عندي جناس. طيب لما الاقاع تكون الجملة قد جملة. يبقى فيه سجع ولا ازدواج ولا جنيس ولا حسن تقسيم. طب ممكن نلغي حسن التقسيم? لان ده نسر. ده مش شعر. وطالما نسر مش شعر بقى خلاص انهي الموضوع الايه? حسن التقسيم. البداس دي وجه. صح? هكتل بعد. حدد مصدر الموسيقى الهادئة. موسيقى هادئة يعني مش موسيقى صاخبة. يعني مش متكلف في استخدام المحسنات البداية اللي قدامه. الراجل استخدم المحسنات بشكل يخدم الموضوع مش بشكل يأثر على الموضوع. ما جالش استخدمها فيه فجاجة ولا فيه تكلف ولا الكلام ده كله. طب مصدر الموسيقى. هل الاطماط بيعمل الموسيقى? الصدقات والبر? طيب. هل الازدواج بيعمل موسيقى? برضو ركز في الكلام احنا مش عايزين يجاوب وخلاص. لا احنا عايزين برضو ايه? يبقى عندنا المعلومة. طيب. هل القصر او القصر? القصر دي مش القصر على فكرة. هل القصر بيعمل موسيقى? اسلوب القصر اللي يلمه إلا. هل حسن التقسيم بيعمل موسيقى? اه حسن التقسيم بيعمل موسيقى. بس حسن التقسيم ده مش في الناسر. ده في الشاعر. إلغي بقى? فضيلش اللي حاجة واحدة بس هي اللي بتعمل الموسيقى قداني. ايه هي? الازدواج. صح? اصل كل ده. ومصدر كل شر. والاقاعة متى اللي انا لمسته في اول القراءة وصلني للكلمة على فكرة انت فكرة واحدة بس من المقال دي التكفيت لانك توصل لفن المقال وادارة فن المقال ماشي ازاي اللي بعد ايه الابتجاه اللي بيمثله المقال هل فيه كلمات هنا من اللي قدام ساعتك دي اللغة العربية الفصحة السهلة وقريبة من الناس اللي هي تنيدك للعامنية ولا هي لغة معقدة ولا هي لغة فصيحة ولكن ليست معقدة اللي هي الفصيحة البسيطة مش اللي هي تنيدك للعامنية لا الفصيحة البسيطة موجودة يعني ما فيش بساطة في اللغة زايد عن اللازم ولا فيه فجاجة في صعوبة اللغة لان ما ينفعش اصلا كاتب المقال يكون عنده فجاجة في استعمال اللغة القديمة ولا الحاجات دي كلها زايد ان هو بيحافظ على شكل الجملة الاسمية مضبوطة سليمة يعني الراجل محافظ على الايه على التمييز بنصوب اهوت وجايب لك بقى خلي بالسعبتك هنا بص لا تبلغي السلاسين يعني حافظ على النحو مضبوط ومية مليا وتربع على الخمسين وجاب الاقاع الموسيقى المتوازن والكلام ده ده شكل مين ده شكل واقعيين ولا ديوانيين ولا محافظين ولا مجددين ننسى الواقعيين وننسى الديوانيين لان ده اتجاه مدار الشهرية هل هو بقى محافظين ولا مجددين طيب ان انا عمل اقول لك اللغة الجميلة اللغة القصيلة اللغة الفصيحة اه مش المعقدة مش الصعبة اه حبكة الاسلوب السليم كل حاجة من دي يبقى ايه يبقى محافظين مش مجددين يبقى ايه نوع الاسلوب اللي عبر به الكاتب عن افكاره مفيش عندي لا امر ولا نهي ولا استفهام ولا اي حاجة خالص من الاسلوب الانشائية يبقى مفيش انشاء طيب ركز معي فيه فرق بين الاسلوب اللي عبر به اللي كتب به والاسلوب اللي هو يعني يعني الاسلوب اللي هو اسلوب المقال عامة بشكل عام اولا ما فيش حاجة اسمها التعبير بالاسلوب الايه انا بتكلم عن اسلوب البلاغي هل هنا خبري ولا انشائي ولا جمع بين الخبر والانشائي هو ما جمعش ولا جاب انشاء طيب انا بقى محتار ما بين الادبي وما بين الخبر اللي اتنين دولي موجودين عندي الطريقة اللي كتب به اسلوب ادب انما الاسلوب اللي استخدمه اسلوب ايه خبري اسلوب الخبري اللي هو بيميل الى الجمل الاسمية المثبتة او المنفية او الجمل الفعلية دون ان يتدخر في اصارة انشائية يعني كل كلام يحتمل الصدق والكذا طبعا الهدف هنا من الاسلوب الخبري ايه اولاد هيبقى الايه التقرير هيبقى الايه التقرير جميل جميل استنتج من خلال الفكرة ان ازايات يمثل مذهب جديد يقوم على دعماتين من هما العودة الى الاغذ من المحدثين طب ازاي العودة الى الاغذ من المحدثين العودة يبقى في حد هجيب قديم العودة الى بلاغة القدماء الالتفات الى ثقافة العصر الافادة من الافكار الغربية في حاجات هنا محيرة على فكرة العودة الى بلاغة القدماء دي ممكن تيجي معاين ثقافة العصر هو مش بيتكلم على ثقافة العصر في احتلاله ابتاله اوه بيتكلم على قضية اجتماعية يبقى انا محتار ما بين به وما بين دليل الافادة من اثار الفكرة الغربية تبتب دي كانت في ايه طيب في ايه ها مفيش هنا افكار غربية موجودة انما العودة الى بلاغة القدماء فعلا هو ده معناه ان هو اي نعم راجل يعالج قضايا عصرية وكل حاجة مفيش مشكلة ولكن في نفس الخين محافظة على رسمة العبارة القديمة طيب اوشك هذا العلاج وان يكون بعد توحيد الله ارفع اركان الاسلام ايه وسيلة الاطناب تعالى كده نحدد اركان الجملة اوشك هذا العلاج اوشك ايه ان يكون ارفع جملة بعد توحيد الله ديت انت ممكن تشيلها خالص دي جملة اعتراضية يا عم طب ده وسيلة الاطناب هنا ايه هل الاعتراض ولا الاحتراص انا عايز اشوف الناس اللي هتفكر معايا هل وسيلة الاعتراض اصد وسيلة الاعتناب اعتراض ولا احتراص تم عديفها احتراص يا مستر محمد يا ريز ده الغرض من الاعتراض ركز كده معايا ما تخلطش ما بين الوسيلة ايه والغرض ايه الغرض هنا هيبقى الغرض الاحتراص انما الوسيلة وسيلة اعتراض وسيلة ايه اعتراض جميل سؤال حلم ايه نوع المقال اللي قدامك من حيث المضموم هل ده مقال رياضي مقال سياسي مقال اجتماعي مقال فلسافي مقال ايه ده بالزبط مم؟ مش من حيث الاسلوب الاسلوب كتب باسلوب ادبي انما هو مقال بيتكلم على قضية اجتماعية يبقى ده مقال اجتماعي تمام اللي بعد حدد الاسلوب الذي كتب به المقال او كتب به مقال التكافي الاجتماعي الاسلوب اللي كتب به مش الاسلوب اللي اصره الكاتب. اصار خبري ادبي علمي علمي متقدم. اللي كتب بي. مش الاسلوب اللي استخدمه الكاتب. ماشي? طبعا هو كتب باسلوب ادبي. ليه? كسرة الاحاقات والالفاظ والصور والاخيلة. يعني لما اقول لك عالج الاسلام والفقرة. استعرمتني? لما يجي يقول لحضرتك هنا اصل كل ده. هنصور طبعا هنا ايه? المصائب والابتلاءات بالداء. واو الشكة هذا يعني ان يكون ارفع اركان الاسلام. الاسلام مش بناء له اركان. ولما نيجي نقول لحضرتك نزل من الايات. الايات طبعا المفروض ان انا اقول ايه? تعلمناه من الايات ان ما نزل دي برضو فاستعرمك مي? ولما اقول لك رسالة الاسلام. الاسلام اسمه دين الاسلام. مش رسالة الاسلام. ينقذ الانسانية. يبقى هنا في احاقاته وفي اخيله وفي الفاظ معبرة كتير. يبقى ده اسلوب ادبي. طب اللي بعد. الفكرة السابقة تدل على سمى اسلوبية من سمات الزيات. في هنا سمى واضحة. اصل كل ده. مصدر كل شر. وام جاي ساكت وقال لك وقد اوشك هذا العلاج ان يكون بعد توحيد الله مفيش موسيقى. ارفع اركان الاسلام ذكرا شأنا اكثر اوامره ذكرا اوفر مقاصدها ان اياه. تحسن احمد حسن الزيادز شبه بالزبط كده انا هشبهه لك تشبيه جميل قوي. شبه العطشان هيموت من العطش? وبدل ما تشربه مرة واحدة لحد ما يرتوي ويشبع? لا انت بتديله بقق مية كل شوية. يعني ما حسسه بجمال ولزازة وطعامة المية. وفي نفس الحين مش مدهله قوي. يعني للاخر يعني. يعني نخليه دايما عنده شوق كده للاحتياج. يوقف موسيقى وبعد كده يدي موسيقى. يوقف ويدي موسيقى. هنا بقى سيطرت السجع على الاقاع. سيطرت الازدواج على الاداء. له اسلوبه الخاص للمرسل ولا المسجوع. ولا الهندسة الشكلية للنص بصنعة محكمة. حتة صنعة دي معناه ان هو متكلف. لا. هو من الراجل مش متكلف خالص. الراجل يعني يدي الاقاع الموسيقى بشكل رائع. يبقى هو فعل لا فرض في السجع. ولا فرض في الازدواج. انما ادلك اسلوب خاص. لا مرسل بدون موسيقى. ولا مسجوع كله موسيقى. حلق. عظيم. طيب. كأن ما اختار الله لكفاح الفقر. تمام. مواجهة. اشح البلاد طبيعة. اشد الامم فقرا. ليسرعه. من علاقتها بما قبلها مستر محمد تعليم. وخلي بالك يسرع الفقر دي اللي وحدها كده استعرمك نية. في امنح حصوني. واوسع مياديني. طبعا هنا حصون الفقر. صور الفقر بحصوني. ومياديني برضو تشبيب ليه. فان الفقر اذا انهزم في كفار الحجاز كانت هزمته في ريف مصر وسواد العراقي اسرع. هنا اعتمد على المنطق. زكاة يعني يعني معلش مصر الغنية بيني لها. والعراق الغنية بالنهرين اللي فيها دجل والفراط. دولي يبقى اسهل بكتير انك تهزم فيهم الفقر طبعا. هل? واسهل ثم اختار رسوله الفقيرا ليكون اظهر لقوته. هو عمل كزا عشان كزا. طب ليه يكون وخلي بالك ليسرعه. علاقة دي بما قبلها مستر محمد انت قلتين تعليل والتعليل ده وسيلة من وسيلة ايه? ها? عند الكاتب. في وسيلة احدى الوسائل والسمات المهمة جدا في المقال. عمر المقال ما يبقى مقال مميز الا زاعتمد على حاجة مهمة جدا. اللي هي الايه? ها? الاقناع. صح? والامتاع. يكون في متعة في القراءة من خلال الاقناع الموسيقي. والاقناع من خلال سيطرة الكاتب على اه الفكر العقلي للمتلقي. الايه? للمتلقي. قدامنا التحليل اهو بسرعة. كلمة كفاحة اللي هي مقاومة. سواد العلاج. الجامعة كلمة سواد اسودة. والسواد اللي هي القرى المحيطة بالايه? بالمدينة. وحجته يعني برهانة هو ايه? ودليله. سبحانك يا رب السؤال جهة على طولك. باي من البدائر التالية مراد في كلمة حجة. وسيلة طريقة دليل منهج. هتبقى ايه? دليل. اللي بعده? استنتج الهدف من اختيار جزيرة العرب لكفاح الفقر. ايش معنى الجزيرة اللي هي صحراء جرداء لا زرعة فيها ولا ماء. هم? عشان طبعا لما يحصل نجاح يبقى ايه? لانها تعد من الاماكن الاكسر امولا? ولا لازهار مدى قدرة الله في القضاء على الفقر? ولا لان هزيمة الفقر في الجزيرة هي الاصعب والاشرص? ولا بيان مدى قدرة ويتحمل اهل الجزيرة لتلك المشاك? وعايز يقول ايه? عايز يقول اللي خلانا نقدر نقضي على الفقر في البلاد اللي مفيش فيها موارد يبقى سهل جدا ان احنا نقضي عليه في البلاد اللي فيها موارد زي مصر والهراء? اه لان هزيمة تعد يا الاصعب والايه? والاشرص طبعا لات ايه? بتبين الايه? كوة هنا ايه? الاسلام طبعا. ماشي? اللي بعد بين كيف اقنع الكاتب القرأ بفكراته. هو انا عمال اقول لك كزا لكزا. كزا لكزا. بالتوكيد ولا الاطنب ولا ربط الاسباب بالمسببات ولا بالتوكيد اللافزي. هم? بدي ايه? بربط الاسباب بالمسببات. عظم. اللي بعد دلل على استخدام الكاتب للاسلوب الادبية. اسلوب الادبية كسرة الصور والايحاقات والاقلم. استخدام المحسنات? لا 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 لا. ندور التصوير. استخدام حقائق علمية. جمال اللفظ ورصانة العبارة وكسرة الاحاقات. هم? هتبقى ايه? مزبوط. كسرك الايه? الاحاقات. دلل على ميل الزيات الى اقناع القارئ. الزيات بيميل الاقناع ازاي? عن طريق انه اقول لك اشح البلاد طبيعة? واشاب دي الامم فقرا? ولا اختار الله رسوله فقيرا ليكون شاكك في دي شامن فيها راحة الاجابة? كانت جزيرة العرب ابانة دعوة العظمى? مسلا محزنا? ولا ناسا خازين نظم الفسيدة بدستور? ها? اظن ظهرت اوي 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 هي دي. عمل كزا لكزا? ادى الاطناع. اللي بعد هو مستر محمد الفقرة التالتة? كانت جزيرة العرب ابانة دعوة العظم. مسلا محزنا بما يجنيه الفقر. الفقر لا يجنيه. استعارة مكنين على بني الانسان. طيب ما يجنيه. دية انا هقول عليها اجمالي. ركز كده معايا بقى. من? عد معايا وقول الله واحد. تقدرية الغراز. تنزيق العلاقة. معاناة الغزو. مكابدة الحرماني. قتل الاولاد يلا. قول لي ده اتنب ايه? ايوة ها? اتنب ايه? ها? بالتفصيل بعد الاجمال. ده ينور. طب تدريقة الغرائز اللي اشعال الغرائز مفردها لغريزة. اللي هو الملء الخطأ. وتنزيق العلاقة العلاقات. طبعا العلاقات هنا مش مادي جيتقطع. انا مش هعتبره ورقة. او كراسة. او قطع من القماش. ماشي. وبرضا انا ملاحز حاجة هنا. انا بين بين المرسل والمسجوع. يعني كانت جزيرة العرب ابانة دعوة العظمى مثلا محزنا لميني الفكر. مفيش اي اقع موسيقى. على بني الانسان. لحد الانو فيش اقع موسيقى. انما لما قل بقى صدريات الغرائز. تنزيق العلاق. معاناة الغزوين. مكابلات الحرماني. قتل الاولاد يفع شر بقت مسحتي تطفيفي الكيني يعني تبقى برائي. الاقاع الموسيقى ده. طبعا من ضمن السمات الرائعة. لحمة حسن الزيات ان الاسلوب مش كله موسيقى ولا كله مرسل بلا ايه موسيقى. المهم وفقد الامن وانحطاط المرء الى الدرك الاسفل من حياة البهيم. فلما ارسل لرسولها بالهدى ودين الحق كانت مواجزته الكبرى هذا الكتاب. مين اللي كانت مواجزته الكبرى? كانت ايه هذا الكتاب? ملاحز ان فيه تعريف لطرفي الجملة? مش كانت مواجزته. تمام? اه الكبرى ديت اسم كان وهذا الكتاب خبر كان. ولما اجعرف طرفي الجملة عندي في البلاغة بسمى الاسلوب اللي قدامي ده اسلوب ايه? اسلوب القصر. اه 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 اسلوب طب ده اسلوب قصر بايه? ها? اسلوب قصر بايه? بتعريف طرفي لايه الجملة? المهم الذي جعله هذه الاشلاء الدامية الله على التعبير الجميل او ده? ده تصوير لقبائل العرب المتنازعة بالاشلاء. يبقى صور العرب في النزاع بتاعهم بالايه? بالاشلاء. العرب مش موجودة والاشلاء موجودة يبقى دي استعار ايه عام محمد? استعارها تصرح ايه? استعار ايه? تصرح ايه? حل. جميل? جسما شديد الاسر عارمة القوة شديد القوة. ونسخ هذه النظم الفسدة بدستور متين الايه? القواعي. العلاق الروابط مفردها علاقة. تضرية ايه الاسراء والاسراء الانانية عكسها الاسراء وعارم يعني شديد. وعكسها ضعيف. ماذا يقصد الكاتب بكلمة الكتاب المحكم? هل الدستور? او قانون الدو ده? هل القرآن الكريم? هو ده الكتاب الايه? المحكم? تمام? ولا هيبقى السنة النبوية? مم? مين مال الى الكتاب? مين مال الكلام اللي احنا بنقوله? ها? هتبقى ايه? تبقى القرآن الكريم. ده فعلا من الكتاب الايه? الكتاب المحكم. شوف السؤال التالي. استنتج المخزى من قول الكاتب في الفكرة الاولى? انحطاط المرق الى الدرك الاسفل من حياة البهيم. هل اظهار سوء حالة الجزيرة العربية بسبب النظم الفاسدة? برضو عايزك تفكر معي? ولا بيان تراجع قيمة الانسان امام البهيم? ولا بيان مدى النفع والاهمية لدور البهيم في حياة العربية? ايه كلام ده? لأ طبعا. انا مش عايزين نقصد دور الحيوانات ولا التأكيد على استعداد الفقراء للخضاء والزل برضو ده اسمه كلام. يا طبعا بقى عايز يظهر سوء حالة الجزيرة? ولا تراجع قيمة الانسان? فكر معي بقى. انا عايزك تفكر معي. هتبقى ايه? صح. هو بيبين لك ما مدى ان الجزيرة العربية كانت سيئة? قبل ايه? البحثة النبوية. هتقول لبعض. يعني جزيرة العرب برضو استنتج الهيئة التي سيصبح عليها المجتمع عند حدوث المعجزة الكبرى. ايه هي المعجزة الكبرى? اللي هو القرآن الكريم لو كان موجود. مين? طيب ماشي. يصبح المجتمع خالد الحكمة. فاطنا. ولا تماسك المجتمع وترابطه? تمام? ولا يقصد تماسك وترابط ابناء المجتمع بعيدا عن التنافر? ولا التمتع بدستور عادل? لا. كانت موجزاته الكبرى هذا الكتاب المحكم الذي جعل الناس كلها جسم واحد. عرم القوة متينة. التماسك والكلام ده كله. هتبقى الايه? ها? هتبقى الايه? ايه صح? التماسك والترابط بين افراد المجتمع كله بعيدا عن الايه? التنافر. طائب السؤال القادم. هات من النص ما يدل على ان الزيات اضف على الاسلوب نوعا من جمال الاقاع وحسن التأثير. تحس فيه كده اقاع موسيكي وتنغم جميل جدا كده. يعني بص كده ها? لما يجنيه الفقر من تضريات الغرائز تمزيق العلاق مهاناة الغزوي وخابلات الحرماني شايف الاقاع الموسيكي الجميلة. كانت جزيرة العرب اتبانى الدعوة العزمة مثلا محزنا? ولا تضريات الغرائز تنزيق العلاق? اظن الاجابة بانت انت خلاص وصلت لك اللي انا ايه? اللي انا عايز اقوله صح? ولا اشد الامم فكرا ليسرعهم في امنح حصونه? لا ده اقناع بالايه? بالتعليل. ولا انحطاط المرء الى الدرك الاسفل من حياة البهيب. هم? وصلت طبعا الاجابة رقم ايه? رقم بعد. ابناء بنات الغلين طلاب وطلابات السنة العامة. ساعدت بكم اقوم جدا. ساعدت معكم كثيرا. شكرا جزيلا.